المناسبة الأولى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك ولا نعم الناس عن نعمك التي أنعم الله عليك ولا تقنط الناس من رحمة الله عز وجل وأنت ترجوها لنفسك بين أيدينا ثلاث لاءات ثلاث موارد للنهي بحسب هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله التي رويت في أكثر من مصدر مع اختلاف بسيط في الألفاظ ومنها مثلا في مسندي الشهيد زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا ما يشابه هذه الرواية موجودة هناك تتلخص هذه اللاءات الثلاث في العناوين التالية أولا النهي عن الانشغال بذنوب الناس بما يرتكبه الناس من ذنوب ما لدى الناس من عيوب والتحديق والتركيز فيما يرتكبه الإنسان نفسه من ذنوب ومن عيوب باعتبار في يوم القيامة لا أحد سيقف محلي أنا في موقف الحساب بين يدي الله عز وجل كل منا محاسب على ما قدمت يداه هو وبالتالي إذا استمر الإنسان في التحديق في ذنوب الناس في عيوب الناس والتركيز فيها والانشغال بها فإنه سيتغافل وسينسى وسينشغل عن ذنوبه وعيوبه وتقصيره وبالتالي هو معرض لأن تتراكم هذه الذنوب وتتعقد أوضاعه على هذا المستوى بحيث أنه لا سمح الله يغادر هذه الحياة ثم يقف بين يدي الله وظهره مثقل بمثل هذه الذنوب التي تراكمت عبر الزمن وغفل عنها هذا أولا وثانيا هذا الإنسان المنشغل بذنوب الآخرين أيضا معرض إلى أن تتعقد أوضاع ذنوبه بحيث تدخله في متاهة أخطر وهي متاهة ترتبط بإيمانه يقول الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ما هي هذه العاقبة؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون لاحظ إلى أي درجة المسألة خطيرة أن هؤلاء الذين أساءوا السوء مصيرهم بعد ذلك يبدأ يشك في إيمانه ثم بعد ذلك يبدأ يخرج من حالة الإيمان ثم بعد ذلك يتحول إلى موقف الاستهزاء بالدين بإيمانه السابق وبالتالي مثل هذا الإنسان ما الذي أوصله إلى مثل هذه الحالة الخطيرة؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني من الممكن أن تراكم الذنوب يؤدي إلى خروج الإنسان من حالة الإيمان فبالتالي إذا انشغل الإنسان بذنوب الآخرين ونسي ذنوبه هو معرض إلى هذا الأمر الخطير الثاني الخطورة الثالثة أن الإنشغال بذنوب الناس وعيوبهم قد تدفع الإنسان إلى أن يتكبر عليهم يرى أنه أفضل منهم أرقى شأنا منهم وبالتالي قد يدخله هذا في الغرور والعجب ثم التكبر ونحن نعرف أن الكبر من أخطر الذنوب من أخطر الأمور التي قد تعرض الإنسان إلى صخط الله عز وجل وأن هذا كان قاصمة الظهر بالنسبة إلى إبليس وبالتالي هذا أمر آخر أيضاً معرض له هذا الإنسان هذا بالنسبة إلى اللاء الأولى اللاء الثانية النهي الثاني في هذا الحديث النبوي يخص التحديق فيما أنعم الله عز وجل به على الناس على الآخرين والتغافل عما أنعم الله عز وجل به علي أنا وبالتالي هذا ممكن يدفعني إلى الحسد من الممكن يدفعني إلى الحقد على الآخرين من الممكن يدفعني إلى الغيرة ولكل منها تبعات سلبية ثم إن مثل هذا الأمر قد يؤدي به إلى عدم الرضا عما قسمه الله عز وجل من نعم علي وعلى الآخرين كأني أقدم عريضة احتجاج إلى رب العالمين لماذا أعطيت فلان كذا وكذا ولم تعطني مثل هذا لماذا أعطيت فلان كذا وكذا ولم تعطني أنا مثل هذا وهكذا هذا أيضاً أمر خطير جداً ولذا الله عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا هذه الأمور كلها ترتبط بأشياء كمالية ترتبط بأمور ثانوية تخص هذه الحياة الدنيا وليس هذا هو المهم لنفتنهم فيه وهذه كلها فتنة وهذه قابل أن تكون جزء من الاختبار لهذا الإنسان من خلال هذه النعم ورزق ربك خير وأبقى وين؟ في الآخرة فليكن محط نظرك إلى هذا الأمر إذا وجدت أحداً قد أنعم الله عليه في هذه الحياة بنعمة ترتبط بالآخرة كأن يكون مستوى التقوى عند عالي كأن يكون إقبال على الله كبير أخلاق أخلاق ربانية حين ذاك تطلع إلى هذا الإنسان وتمنى أن تكون مثله واسعى أن تكون مثله ليش؟ لأن هذه الأمور لها عاقبة في الآخرة هناك رزق خير وأبقى في الآخرة يرتبط بمثل هذه الأمور فليكن نظرك وتحديقك إلى مثل هذه الأمور يقول النبي صلى الله عليه وآله ثم الإنسان الذي ينسى ما أنعم الله عز وجل به عليه ويحدق فيما عند الآخرين من نعم هذا الإنسان ينسى أن يشكر نعم الله عز وجل وعندما ينسى أن يشكر نعم الله عليه فهو أيضا معرض لعدة أمور خطيرة واحدة أن يدخل نفسه في دوامة من القلق والتوتر والاكتئاب وعدم الرضا بما قسم الله عز وجل عليه وبالتالي يعيش حالة من التشاؤم الدائمة وهذا مرض نفسي يتعب الإنسان فيه نفسه هذا أولا وثانيا أن يكون هذا معرض لزوال نعمة الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية الآن بدال هذه القرية نضع الفرد إنسان يكون في هذه الحالة كانت آمنة هذه نعمة عظيمة الأمن أهم من الأكل أهم من الشراب إذا واحد عنده أكله شراب وهو خائف قلق على الدوام هذا الأكل والشراب يسبب لألم يخليه في حالة عدم ارتياح في حالة مرض وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فإذا استبدل القرية بالأفراد فإذا الفرد أيضا قابل إن بكفر النعمة عدم شكر النعمة أن تزول منه النعمة فإذا حدق فيما عند الآخرين من نعم وبين عدم رضاه بقسم الله عز وجل في هذا الإطار معرض إن تزول مننا النعمة اللاء الثالثة النهي الثالث في الحديث النبوي يرتبط بالأمل واليأس كل واحد من عندنا إذا وقع في مشكلة ما فإنه يحاول أن يبحث عن المخرج من هذه المشكلة ويبحث له لنفسه عن بصيص الأمل والنور في هذه الطريق المظلمة التي ترتبط أحيانا بمرض أحيانا ترتبط بالجانب المالي القدرة المالية عنده أحيانا ترتبط بعدم وجود ذرية له أحيانا ترتبط بارتكابه للمعاصي وهكذا أمور مختلفة قد تجعل هذا الإنسان في مثل هذه الحالة من البحث عن الأمل فإذا كان مريضا يبحث عن الشفاء وسائل الشفاء من الطبيب اللي ممكن يفيده ما هي الأدوية اللي ممكن يلجأ لها نمط الحياة الذي يجب أن يعتمده وأيضا يطلب من الناس الدعاء ادعو لي ادعو لي وهو يطلب أيضا من الله عز وجل بدعاه أن يشفيه هذا كل ناتج عن ماذا؟ عن تطلع الإنسان للأمل إنه ما عنده يأس كذلك هذا الإنسان إذا كان من الناحية المالية عند مشكلة يبحث عن وسائل تجارة معاملات غيرها بالنتيجة أن يحسن وضعه المالي بالإضافة إلى الدعاء ولربما يقترض ولربما ولربما كذلك هذا الإنسان على مستوى الذنوب هو يتطلع إلى مغفرة الله ورحمته وإلى التوبة من خلال وسائل مختلفة النبي صلى الله عليه وآله كأنه يقول إذا كنت أيها الإنسان بالنسبة إلي إلى نفسك أنت تعطي الأمل لنفسك في المواقف الصعبة فلماذا تؤيس الآخرين إذا كانوا يعيشون موقفا صعبا؟ لماذا تؤيسهم من رحمة الله عز وجل؟ لماذا تؤيسهم من التوبة؟ لماذا تؤيسهم من الشفاء؟ لماذا تؤيسهم من تحسين أوضاعهم؟ عليك دائما كما تحب وتريد أن يكون هناك أمل في تحسين أوضاعك عليك أن تزرع مثل هذا الأمل بالنسبة إلى الآخرين فلا الرزق بيدك ولا الشفاء بيدك ولا التوبة بيدك كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى فأعطي الأمل للآخرين كي يعدلوا من أوضاعهم واعلم بأن الله على كل شيء قدير فلينشغل كل منا بذنوبه لنصلح أوضاعنا على المستوى الشخصي ولنشعر دائما بنعم الله عز وجل علينا بعمق كي نعيش الشكر لله كما ينبغي أن يكون ولنتطلع إلى رحمة الله وغفرانه ونفتح للناس أبواب الأمل فإن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا حببوا أهل بيت نبيكم إلى الناس ولا تبغضوهم إليهم جروا إليهم كل مودة وادفعوا عنهم كل قبيح وما قيل فيهم من خير فهم أهله وما قيل فيهم من شر فما هم كذلك في الخطبة الحادية والخمسين بعد المئة من نهج البلاغة يقول علي عليه السلام كما روي عنه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته لا يؤازى فضله ولا يجبر فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية والناس يستحلون الحريم يعني الحرمات ويستذلون الحكيم يحيون على فترة يعني على فتور من العلاقة بالرسالات السماوية يحيون على فترة ويموتون على كفرة إلى آخر خطبته عليه السلام نعمة الله عز وجل بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وآله رسولاً من عنده ومن بعد قيام الدولة المباركة لرسول الله ثم بعد ذلك انتشار الإسلام على وجه الكرة الأرضية هذه النعمة تفوق الوصف وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام ضمنياً في دعائه في يوم عرفة هناك دعاء لمن يصير يوم عرفة المؤمنون حريصون على قراءة هذا الدعاء سواء كانوا ممن أنعم الله عز وجل عليهم في تلك السنة بالحج أو الذين لم يحجوا هناك حرص عام على مثل هذا الدعاء الرائع في مضامينه في بدايات هذا الدعاء الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى هذه النعمة الكبيرة الموجودة في أن الإنسان يوجد يعيش في زمن وجود الإسلام وانتشاره وفي أسرة مسلمة أن يتولد من أبوين مؤمنين مسلمين يقول سلام الله عليه لم تخرجني لرأفتك به ولطفك لي وإحسانك إلي لم تخرجني ماذا؟ في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني وفيه أنشأتني يعني نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها الإمام سلام الله عليه أن يقول أنا ولدت في زمن دولة الإسلام انتشار الإسلام أن الناس يعرفون ما هو الإسلام هذه نعمة عظيمة أن الإنسان يولد في مثل هذه البيئة وهذه تستدعي أولاً الشكر الدائم وتستدعي أيضاً أن يعمل الإنسان دائماً على المستوى الشخصي وللآخرين على عدم فقدان هذه النعمة والحفاظ عليها اليوم هناك عدة تحديات تواجه الشباب وتواجه الأجيال القادمة الأطفال ومن سيأتي من بعدهم من الأجيال اللاحقة هناك عدة تحديات تواجههم فيما يخص بعلاقتهم بالإسلام سواء على مستوى الإلحاد والدعوة إلى اللادينية والدعوة إلى إنكار النبوات أو على مستوى التحدي المرتبط بالتجهيل والتصطيح الديني تحدي آخر يرتبط بالعمل على الإنغماس التام بالدنيا وبالملهيات المادية تحدي آخر تحدي آخر يرتبط ب عزل الدين عن الحياة تحدي آخر بتصوير الإسلام وكأنه دين عنف ولا يحمل في ذاته إلا بذور التطرف مثل هذه التحديات العديدة اليوم يواجهها الشباب والأجيال القادمة أيضاً تواجهها هذه التحديات تستدعي اتخاذ خطوات عملية متنوعة ومتعددة واحدة منها ترتبط بالجانب المعرفي يعني ترتبط بالثقافة الإسلامية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه واليوم نحن نستذكر ذكر شهادته لخص هذا الجانب المرتبط بالبعد الثقافي علاقتنا بالجانب المعرفي في الإسلام لخصها في الكلمات التالية يقول سلام الله عليه كما روي عنه وجدته علم الناس في أربع أولها أن تعرف ربك يعني نحتاج لأنفسنا ولهذه الأجيال التي نتكلم عنها أن نطور معرفتنا ومعرفتها بالله عز وجل في إطار عظمة الله وحدانية الله صفات الله عز وجل برحمة الله بأنه المحب لخلقه بأن الله العطوف والرؤوف على خلقه أكثر من عطفي ورأفة الأم على وليدها هذا الجانب يحتاج إلى معرفة وترسيخ وتأكيد دائم ولذا دائماً بسم الله الرحمن الرحيم دائماً هذه الكلمة نكررها في الصلاة في تلاوة القرآن في أي عمل حسن نقدم عليه نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا تلقين ذاتي لترسيخ هذه الفكرة لترسيخ هذه الصفات عن الله عز وجل وترسيخ الارتباط بالله إن كل شيء أنت تؤديه حسن إنما هو بتوفيق من الله عز وجل وتحتاج دائماً إلى استمداد القوة من الله بحيث أن الله يكون حاضراً في وعينا على الدوام دائماً الله سبحانه وتعالى أمام عيوننا صحيحنا ما نرى بالرؤية المادية ولكن أمام عيوننا بمعنى استحضار وجود الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يعني حتى هذه العلوم المادية هي يجب أن توجه عند الإنسان المؤمن لتقوية ارتباطه بالله ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هم تقوي علاقة الإنسان بالله وهم تقوي علاقة الإنسان بالآخرة إن هناك حساب وهناك ثواب وهناك عقاب يجب أن ينتبه إليه الإنسان ثم يقول الإمام سلام الله عليه الثانية الأولى كانت أن تعرف ربك الثانية أن تعرف ما صنع بك ذكر نفسك ذكر الشباب ذكر الأطفال ذكر الأجيال اللاحقة دائماً ذكرهم بالنعم العظيمة التي يرفلون فيها وما هو مصدر هذه النعم الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ترى هذا التعبير مبسيط أن الله هذا الوجود يسخره لنا يعني كله في خدمتنا أحنا كله من أجل مصلحتنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في أكو نعم واضحاً بين جلية وفي نعم باطنة أحنا أصلاً مو من تبهين لها ما نفكر فيها ما نشوفها ما نلمسها وإنما هي لها بعد غيبي الله سبحانه وتعالى يسبغ علينا كل هذه النعم ألا يستحق الشكر ألا يستحق التقدير ثم يحذر الله عز وجل في تتمة الآية أن ضروري تعيشون حالة شكر النعم والالتفات إلى هذه النعم كي لا تقعوا في المحذور ما هو هذا المحذور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تشوفها عمره عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة والسانه هالطولة على الذات الإلهية استهزاءاً طعناً احتقاراً تجاهلاً ادعاءاً بأن هذا الوجود وجد من نفسه ما في الله ما في راب ما في كذا فحتى لا يقع الإنسان لا يقع الشاب في المستقبل بمثل هذا يحتاج عملية التذكير الدائم بنعم الله عز وجل كي يعظم الله في أعين الناس ثم أن يكون مشدوداً دائماً إلى الله عز وجل بحيث يعيش حالة العبودية له الثالثة يقول الكاظم عليه السلام الثالثة المستوى الثالث من المعرفة اللي نحتاجها ونحتاج الرسخة عند الأجيال الثالثة أن تعرف ما أراد منك على مستوى التشريع والتشريع قد يكون فردي صلاتي أنا زكاتي أنا حجي أنا صيامي أنا وعلى المستوى العام فيما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك هناك قوانين وتشريعات إلهية أن تعرف ما أراد منك كيف تصرف في كل هذه العناوين المختلفة مع الانتباه بأن ما وراء هذه التشريعات حكم إلهية يعني المسألة ليست مزاجية أبداً ولم تأتي من فراغ ولم تبن على باطل أي تشريع إلهي على المستوى الشخصي كما لو فرض علي الصلاة أو على المستوى الاجتماعي والعام مثل قضية التشريعات المرتبطة بالأنكحة كل هذه ضمن حكم معينة أهداف وفوائد تجلب أو مضرات تدفع ولذا يسأل الإمام الباقر عليه السلام هذه أمور يحتاج أن نوضحها للناس ونوضحها للأجيال لما حرم الله الخمرة والميتة ولحمة الخنزير والدم وغير ذلك طبعاً هذه من عندي وغير ذلك إنه قد يكون الإنسان يسأل عن أمور أخرى ليش الله حرم هذا ليش الله حرم هذا ما قال للإمام الباقر مش شغلك شنو قال الإمام سلام الله ما قال لا تسأل كما يفعل بعض الناس للأسف من المتدينين وغيرهم من أصحاب الخطاب الديني يقول مو شغلنا هذا نحن نتعبده خلاص الإمام سلام الله عليه أجاب كما تقول الرواية إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك يعني هذه حرام وذيك مباحة من رغبة فيما أحل لهم ما عنده رغبة شخصية إنه يريد أن يحتفظ بهذه الأمور لنفسه مثلا فيقول لا تسوونها ولا زهد فيما حرمه عليهم إن الله ما يحتاجها فيقول أنتوا أيضا لا تسوون مثلا شيء من هذا القبيل ولكنه خلق الخلق هو اللي صنعهم هكذا فعلم ما تقوم به أبدانهم شنو مصلحة جسمك وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه في شيء ضرك على مستوى الجسدي شيء ضرك على المستوى الروحي شيء ضرك من ناحية الصحية شيء ضرك من ناحية كذا وكذا بالنتيجة كل شيء لحكمة وكل شيء لغاية ثم أحله للمضطر الآن في حالة الطرار استعمال بسيط على قدر رفع الضرر ما في مشكلة ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فإذن هذا شيء يحتاج أن نعرف الشريعة وما وراء الشريعة حكم التشريعات الرابع يقول الإمام الكاظم عليه السلام كما في الرواية مستوى الرابع من المعرفة أن تعرف ما يخرجك عن دينك المسلم معرض على الدوام إلى مسألة التشكيك إلى موجات من التضليل أو الانحراف خاصة إذا جاءت ممنهجة مدروسة وبطرق نفسية معينة بحيث يحاولون أن يؤثروا على المؤمنين في إيمانهم وخاصة إذا جاءت بشكل تدريجي يعني إذا جاءت مرة وحدة كبيرة ضخمة ما يتقبلها الإنسان لكن شوي شوي جردون الإنسان من حالة الإيمان إلى أن يجد نفسه خارج دائرة الإسلام فالإمام سلام الله عليه يقول أمر الرابع الذي تحتاجه أن تنبهون أنفسكم والآخرين عليه هي ما هي الأمور التي تخرجهم خارج دائرة الإيمان أن تعرف ما يخرجك عن دينك هذه العناوين الأربعة التي ذكرها الإمام الكاظم عليه السلام حساسة ومهمة جدا للأسف خطابنا الديني في أحيان كثيرة ليس دائما ولكن في الصورة العامة للأسف عندما ننظر إلى الخطاب الديني المعاصر نجد بأن في كثير من الموارد هناك تركيز على المسائل الشرعية ذات البعد الفردي يعني حتى ليس المسائل العامة ذات البعد العام والعلاقات وغير ذلك لا على البعد الفردي الشخصي وحتى من دون بيان على هذه التشريعات وغاياتها وفوائدها فتصير مادة جافة تقدم إلى الناس وكأن الدين يتلخص في مجموعة من المسائل الشرعية على هذا المستوى وينسى هنا المفاهيم الإسلامية تنسى هنا المعارف الإسلامية تنسى هنا المبادئ القيم الأخلاقيات السلوكيات الآداب كل هذه تنسى عادة في ضمن الخطاب الديني إلا ما ندر للأسف ويكون أكبر التركيز في خطابنا الديني على الجانب الشرعي الفردي المجرد من الحكمة والغاية من مثل هذه التشريعات وبالتالي نقلص رحابة الدين في إطار محدود وهذا أيضا خطأ وخلل يجب أن نتداركه عندما نقدم الدين إلى الشباب وعندما نقدم الدين إلى الأجيال القادمة الخطاب الديني المحدود والمرتكز في عمدته على بعض الأحكام الشرعية الفردية وحتى بعيدا عن غايات التشريع يعد أحد العوامل الرئيسة لكثير من حالات الاهتزاز العقيدي أو الانحراف الفكري عند الشباب الذين قد يعيشون أيضا حالة من الاغتراب في علاقتهم بالإسلام وإن كانت تحتضنهم أرض إسلامية وإن كان يحيط بهم المسلمون لماذا يعيشون هذا الاغتراب؟ وما ذاك إلا لأنهم يفقدون رؤية واضحة للخط الفاصل بين الحق والباطل وتغيب عنهم معارف الإسلام ولا يتحرك الإسلام في مفاصل حياتهم بل يبقى جامدا في بعض الأطر المحدودة كل ذلك يستدعي منا إعادة النظر في خطابنا الإسلامي الديني لنجعله ركيزة إيمانية راسخة وثقافة حيوية فاعلة اللهم بصرنا بأمور ديننا ودنياننا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة